علينا بقى نروح بعد كده لحضراتكم لخبر مهم جدا طبعا وأعتقد ما فيش حد من عشاق ليفندوفسكي ما تابعش هذا الخبر وهو إعلان نادي بارسلونا طبعا توصله لاتفاق مع بارن ميونيخ علشان ينتقل ليفندوفسكي معاهم وأعتقد أصبح خلاص هو على مقربة من الانتقال بشكل رسمي لبارسلونا هو حدد كده تحديدا أو بارسلونا كان عبر وذكر على موقعه الرسمي أن اتمام الصفقة دي برضو هتوقف على اكتياز ليفندوفسكي للفحص الطبي وبعدها هيتم بقى توقيع العقود وتحديد موعد طبعا تقديمه للجماهير زي ما حضراتكم تابعين خبر ما كانش كل ناس متوقعه بالمناسبة يعني هذا الانتقال ما كانش مطروح يعني دايما بيبقى قبل أي مركاته بيبقى فيه أو الإعلان عنه يعني بيبقى فيه كده تداول لبعض الأخبار واللي يقولك الحصري وغيره وبنسمع ده في الخارج وفي الداخل لكن فكرة أن ليفندوفسكي أنه هو ينتقل لبارسلونا كان لحد ما بعيد وطرح يمكن من كم شهر وبعالين قالك لا 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 هو مستمر مع بار ميونيخ ده كان الكلام اللي تقال حول ليفندوفسكي بس حاليا احنا بنتكلم أنه خلاص هو على مشرفة يعني الانضمام لبارسلونا بس طبعا أنا مش عدي الخبر كده برضا أنا أحب التفاصيل فخلينا نروح تحديدا نشوف ليفندوفسكي عن رحيله من البارن هو برضو قال إيه هو قال تحديدا كده وكتب قال أود أن أشكر زملائي في الفريق والموظفين وإدارة النادي وكل من دعمني دائما وجعل من الممكن لنا الفوز بألقاب في بارن ميونيخ أنا فخور بما حققناه معا قال برضو في تصريح كان السكاي نيوز سبورتس قال قبل كل شيء أود أن أشكر الجماهير لأنكم أنتم من جعل بارن ميونيخ النادي الخاص على هذا النحو وأتم يا شو شرفني أني أمضيت 8 سنوات رائعة مع هذا النادي ومعجبي وسيبقى في قلبي إلى الأبد وتابع كده أخيرا قال سأغادر الآن سأسافر قريبا لكن بعد المعسكر التدريبي مع بارسلونا في أمريكا وسأعود لو أدع الجميع بالطريقة الصحيحة ده اللي هو قاله ليفاندوفسكي تعليق بقى وكيل اللاعب تحديدا برضو على هذا الانتقال هو كان قال أن جميع الأطراف خرجت فائزة بعد ما توصل بارسلونا ليه اتفاق مع النادي الألماني بشأن طبعا ليفاندوفسكي وقال في تصريح برضو لسكاي سبورتس بألمانيا روبرت يستحق فصلا جديدا من النجاح بالتوفيق طبعا هو لعب مخضرم زي ما بتقال لعب كبير لعبي عشاق في كل أنحاء العالم فبالتوفيق برضو فكرة أنه هو ينضم لنادي بارسلونا اسم كبير جدا لكن طبعا حصل ليه تعثرات اقتصادية أو مادية تحديدا مالية يعني في الفترة الأخيرة ربما دي اللي قدت إلى حد كبير برضو إلى رحيل ميسي عنه هل يعود ليفاندوفسكي مرة تانية الروح في بارسلونا بعد ما أصبح إلى حد ما برضو مش بالمستوى اللي احنا كنا كلنا نعرفه أو عشاقه يعرفه هل ممكن يحل بديل بارسلونا لميسي ويعيد تاني أم جاد بارسلونا أكيد دي كلها أسئلة مطروحة ومشروعة جدا حدبان خلال طبعا الأيام اللي جاية